اما الصدفة تحطك مع حد بيمر بازمة ايا كانت الازمة نفسية صحية عاطفية وتتعاهد قدام ربنا وقدام نفسك انك هتفضل معاه وجنبه لغاية اما يوصل لبر الامان وفعلا تطلع جدع معاه وتمشي معاه رحلة التعافي خطوة بخطوة وخلال فترة التعافي تتفاجئ بكلام غير مألوف منه او مش متعود عليه تسمعه زي كلمة بحبك زي معرفش تعودت عليك بسرعة ازاي معرفش اخدت عليك بسرعة كده فاضلي شوية صغيرة وحبك على فكرة انا بحبك وبموت فيك على فكرة انا وقعت في حبك على فكرة تبتك وخوفك علي خلانا حبك من غير مقصد على فكرة الموضوع جي صدفة اتعودت عليك وما بقتش استغنى عنك من كترة ما تعلقت بيك مش فاكر حياتي كانت زي ازاي قبلك نصيحة مني ما تصدقش علشان حالته دي هو ارتباطه بيك زي ارتباط الغرقان بالاشاية اللي تعلق فيها فنجته وبعد التعافي حتنحصر مكانتك جوه فاربع مواضع ما لهمش خامسة واحد انه هيكمل حياته معاك ويفضل يحبك بجد ويتمسك بيك اكتر واكتر واكتر وتكمل معاه كحبيب بقية العمر ويشتريك وقت قوته زي ما انت اشتريته وقت ضعفه وحيكون حابب يستقوى بيك وليك ويكمل حياته معاك ويكون مصيرك هو مصيره ويكون مستقبلك هو مستقبله وما يستغناش عنك ابدا وتكونه في بيت واحد وحيا واحد يا اما رقم اتنين انه حيترجع بعض الشيء عن مشاعره لكن حيحتفظ بيك كصديق واخ وسند حيرجع له وقت المشورة وحيرجع له وقت الالم وحيفضل طول الوقت شايفك كبير وليك جوه مكان ما يكفي من الحب والتقدير والغلاوة ودايما هتحس انه قصيله وما يقدرش ينكر جميلك عليه ولا عارف يرد جميلك لان جميلك اكبر من اي رد هو ممكن يرده يا اما هيكمل حياته معاك يفضل لفترة من الوقت يقولك بحبك بس هتحس طول الوقت انه متورط فيك او بيقولك بحبك مغصوب او بيقول كلام مش حسه لانه قاله وقت ضعفه وحتى لو ندم عليه مش عارف يقولك ازاي وليه بس المبرر الوحيد انه كان في حالة غير مستقرة وانه كان مرتبط بالازمة لكن مش نابع من جواه مش عارف يتراجع ولا يعتذر ولا يجرحك ومش عارف يدخلك منين علشان يصرحك ان انت وقتها هتحس انه بيحاول يباد عنك وما بقاش حاسس بيك بس لمجرد ان انت تحس ده وانه ما بقاش متمسك بيك زي الاول هنا حضرتك او حضرتك لازم تواجه نفسك وتحمل وقفة مع نفسك وتروح تقوله انا ما كنتش حسك بصراحة وانت كنت بتقول كلام كتير قوي وسط كلامنا انا ما كنتش معتبره انه كلام حقيقي او ما كنتش فاهم اصلا وقتها انت بتتكلم عن ايه او تقوله على فاكرة انا مش متذكر اي كلام حضرتك قلته في الوقت ده وانت لما قلتلي الكلام ده انا ما خدتوش انه بالنوعية دي حتى لو قلبك ملو لازم تعمل كده علشان تحافظ على كرمتك لان كرمتك اهم من اي مشاعر هتحس بيها وهنا ممكن تحتفظ بيك كصديق وان ما كسبتهوش انت ما خسرتش نفسك وده الاهم من اي مكاسب علشان بعد شوية ما تندمش انك خسرت نفسك حتى لو كسبته وهنا بقى وصلنا للنوع الرابع وده الوضع الاكثر صعوبة الوضع اللي لازم تكون مستعدله قوي وتاخد الصدمة وكأنها لم تكن لانه ممكن بنسبة 99% مع التعافي من الازمة اللي هو كان فيها واتمقننه على نفسه من الخروج منها هيبقى عاوز يبعد وينسى كل حاجة بتفكره بالازمة دي ووارد جدا 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 تكون حضرتك او حضرتك او للحاجات اللي عايز يستغنى عنها ويبعد بشكل كامل وبقرار ابدي لانك ببساطة بتبتك وباخلاقك وبحنيتك بتحسسه بلحظات وايام ضعفه بتفكره انك كنت عكازه اللي تسند عليه لغاية مقام وقف بتفكره انك كنت ظهره اللي كان محني وانت صلب تهوله هنا حضرتك لازم تاخد وضع الزيبق لانك لازم تختفي فورا وما تظهرش تاني ولو عايز تظهر برضو ما تظهرش ابدا لان زهورك معناه ضعفك او رجوعك ودي ما فيهاش رجوع لانك للأسف حضرتك وقعت مع حد للأسف قليل الأصل ناكر للجميل فحضرتك اهرب بمشاعرك بكرمتك بإنسانيتك علشان ما تندمش على خير عملته وعلشان ما ينفعش تسيب نفسك تكون مرحلة في حياة حد ما يستهلكش ولا ينفع يكون تعافيه من جرحه هو بداية الجرحك انت ولا ينفع يكون الخير اللي قدمته سبب في وجه قلبك دي نصحتي ليكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة دمتم في رأي تلي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة